الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أبداي وبناتي تلاميذي صف الثاني الأعدادي إن شاء الله هنحل مع بعض أهم الأسئلة المتوقعة في مادة التربية الدينية على مقرر شهر فبراير لو أول مرة شوفي القناة بتاعي تشارك في القناة وتفعل زر الجرس عشان وصل لك كل جديد وما تنساش هسيب لك رابط المراجعة في صندوق الوصف أسفل الفيديو عندنا شباب القرآن الكريم سورة الفرقان طبعا شباب مقرر شهر فبراير من الآية 45 للآية 49 عندنا طبعا الصورة بتاعتنا سيما احنا شايفين طبعا إيه الصورة هنالكو لشباب على معاني الكلمات بيقولك ألم ترى إلى ربك كيف مد الظلة ولو شاء لجعله ساكنة معناها شباب لقد رأيت أيها الرسول ويا كل عاقل كيف أن ربك بقدرته بسط الظل على الأرض في مواجهة الشمس ولو شاء لجعله سابتا لا يتحرك عندنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلة يعني شباب يزول الظل عند تسليط الشمس ويظهر عند احتجاج الشمس عنه عندنا طبعا لباسا اللباس اللي هو إيه الساتر عندنا برضو كلمة شباتة اللي هي إيه راحة لكم وعندنا كلمة تهورا اللي هي طاهرا مطهرا وعندنا شباب كلمة نثورا اللي هي إيه تنتشرون لرزقكم عندنا كمان بيقولك لنحي به بلدة ميتة يعني يا شباب لنحي بهذا الماء أرضا جذبا أنعاما طبعا هي حيوانات كالإبل والبخر والضأن والماعز ولقد صرفناه بينهم يعني يا شباب لقد أنزلنا هذا الماء في أماكن متعددة مرج البحرين يعني أرسلهما متجاورين لا يختلط ببعض عذب فرات يعني لذير الطعم أو طعمه لذيذ ملح أجاج اللي هو يا شباب اللي هو شديد الملوحة عندنا كمان كلمة برزخا كلمة برزخا اللي هو الحاجز اللي هو إيه حاجزا عندنا كمان وحجرا محجورا يعني يمنع اختلاطهما عندنا كمان نسبا وصهرا اللي هي الزكور والإناس عندنا كمان كلمة ظهيرا اللي هي معينا للشيطان وذادهم نفورا يعني ذادهم ابتعادا عن الحق والإيمان يمشون هونا يعني متواضعين سراجا يعني شمسا عندنا خلفه اللي هي يخلف كل واحد منهما الآخر فيأتي من بعده يعني الخليفة بتاعه يعني عندنا سجدا وقيامة يعني طارة ساجدين في صلاتهم وطارة إيه قائمين يعني مر ساجدين ومر إيه قائمين إن عذابهما كان غرامة يعني إن عذابهما كان هلاكا وخسرانا وعقابا دائما وكان بين ذلك قوامة يعني كان إنفاقهم لأموالهم وسطا لا إصراف ولا بخل ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يعني من يفعل هذه الفواحش يلقى عقابا شديدا وإذا مروا باللغو مروا كرامة يعني إذا مروا بالكلام الذي لا فائدة منه تركوه طيب شباب عندنا بيقولك لم يخروا عليها صما وعميانا يعني شباب إذا ذكروا بآيات ربهم أقبلوا عليها بخشوع قرة أعين يعني هي إيه بيقولك طبعا هب لنا ما تقر به عيوننا وتثر له نفوسنا هي دي قرة الأعين واجعلنا للمتقين إماما يعني واجعلنا أسوة حسنة لغيرنا الغرفة شباب معناها الجنة قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعائكم فقد كذبتم فسوف يكون لذاما يعني قل يا أيها الرسول لهؤلاء الكافرين عليه الصلاة والسلام بما إني دعوتكم ولكنكم كذبتموني فاعلموا أن العذاب سيكون لذاما لكم ملاذمة تامة عندنا شباب الواحدة الأولى من القرآن الكريم الدرس الأول بعض أحكام التجويد عندنا طبعا شباب بيقولك يقرأ الآيات من 45 إلى 60 من سوى الفرقان واستخرج أحكام النون الساكنة والتنوين عندنا كلمة ساكنا ثم طبعا هنا ثاكنا هنا عندنا فيها إخفاء عندنا لباثا والنوم طبعا هنا إضغام بغنة وبشرا بين إذا عندنا إقلاب أنعاما وأناسي إضغام بغنة جهادا كبير إخفاء فرات وهازة إضغام بغنة عندنا كمان قبضا يسيرة إضغام بغنة وعندنا سباة وجعلة طبعا إضغام بغنة وعندنا كمان ميتا ونسقي إضغام بغنة قرية نذيرة وعندنا برضو إيه إضغام بغنة وعندنا عذب فراط إخفاء وعندنا برزخا وحجرا إضغام بغنة هنا بيقولك ما المقصود بالنون الساكنة طبعا شباب هي النون التي لا حركة لها مثل من ومثل إيه عن عندنا طبعا زي ما احنا شفين هنا إيه المان وعن طبعا لها إيه سكون طيب بيقولك ما المقصود بالتنوين هي نون ساكنة تلحق آخر الإسم نطقا لا كتابة ولا وقفا وتكتب على شكل ضمتين أو فتحتين أو كسرتين عندنا ما أحكام منون الساكنة والتنوين طبعا الأحكام بتاعتها عندنا الإظهار وعندنا الإضغام وعندنا الإقلاب وعندنا الإخفاء عندنا بيقولك ما هي حروف الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء عندنا يا شباب الإظهار عندنا الهمزة والها والعين والعين والغين والحاء والخاء أما الإضغام عندنا كلمة يرملون اللي هي الياء والراء والميم واللام والوا والنون عندنا الإقلاب هي حرف الباء وعندنا الإخفاء اللي هي بقية الحروف عندنا الدرس الثاني صورة الفرقان قال تعالى ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ثاكنة ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يثيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا وجعل النهار نشورا هنا بيقولك ما المقصود صدق الله العظيم ما المقصود بمد الظل وما الحكم من مده هنا شباب مد الظل يعني بسط الظل الحكمة طبعا ليطمئن الناس إلى الراحة ليلا بعدما تعبوا نهارا في العمل بيقولك استنتج من خلال فهمك للآيات السابقة نظام حياة الإنسان عندنا طبعا شباب الليل بيكون ساتر للناس بظلامه فينامون ويسترحون والنهار يكون للسعي على الأرزاق والعمل ابحث عن بعض دلائل قدرة الله في الكون عندنا شباب واحد خلق الإنسان من عدم وصوره وأحسن خلقه عندنا اتنين رفع السماء بغير عمد ثلاثة خلق الله الكواكب والشمس والقمر والنجوم والبحار والأنهار عندنا طبعا بيقولك هات من صورة الفرقان ما يؤكد طبعا ألف طبعا صفات عباد الرحمن مبينا إيه جزاؤهم زي ما احنا شايفين طبعا يا شباب الصورة بتاعتنا طبعا كلها طبعا إيه معظمة هنا إيه صفات الرحمن يعني عندنا بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامة والذين يقولون ربنا اصرف عن عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلل فيه مهانا إلا من تاب وآمل وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله قفورا رحيما صدق الله العظيم عندنا شباب صفات عباد الرحمن يمشون في سكينة ووقار وتواضع وحلم إذا خاطوهم الجهلاء الغلاظ بكلام سيء فيه جفاء أجابوهم بقول الليل فيه رقة وخير يقضون جهزا من الليل يصلون فيه ويناجون ربهم ساجدين خاشعين يعتدلون في نفقاتهم لا يسرفون ولا يبخلون لا يعبدون إلا الله الواحد الأحد فلا يشركون معه أحدا لا يقتلون أحدا إلا أن يكون حدا من حدود الله قتل القاتل مثلا لا يذنون ولا يشهدون الزور ويعرضون عن مجالة اللغ ولا يخوضون فيها جذاء عباد الرحمن يوم القيامة أحسن الجزاء في أعلى درجات الجنة ويلقون من الملائكة في غرف الجنان تحية وسلامة وهم مخلدون في الجنة وفي نعيمها عندنا به بقول لك إن دعاء المؤمن سبب في حفظ الله للبلاد والعباد بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعائكم فقد كذبتم فتوف يكون لذا ما عندنا الوحدة الأولى من القرآن الكريم درس التالت سورة الأنعام هنا عندنا سؤال بقول لك كيف نزلت سورة الأنعام ومن الذي حضر نزولها طبعا الشباب نزلت جملة واحدة وحضر نزولها سبعون ألف ملك ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كتاب الوحي فكتبوها ليلة نزولها عندنا ما القضية الأساسية التي تعاليها السورة طبعا تعالي قضية الألوهية والعبودية بقول لك هات معنى كل من تؤفكون وفالق الحب والنوى عندنا تؤفكون اللي هي تكذبون عندنا فالق الحب والنوى اللي هو شاق أجزاء الحب والنوى لما جعل الله الليلة ثاكنة طبعا الشباب للراحة والنوم لما خلق الله النجوم طبعا زينة للسماء وعلامات نهتدي بها عندنا شباب الفصل الخامس من القصة عندنا الأيام الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بلغت الدولة الإسلامية في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم أمرها الفتي دلل على صدق هذا لأن المسلمين فتحوا مكة وانتصروا على هزان وسقيف في حنين ودخل العرب في دين الله أفواجه وقوية شوكة الإسلام وخشي الروم لقاء المسلمين في تابوك فارتدوا إلى داخل بلدهم يتحصنون خوفا من المسلمين متى فكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام في تأمين حدود الدولة الإسلامية وما الخطة التي رسمها بعد معركة مؤتة طبعا الخطة دعا المسلمين إلى الاستعداد لغذوة الروم وعقد ألواء لأسامة بن زيد لقيادة الجيش ليسأر لأبيه وشهداء المسلمين علل أو بما تفسر بيقولك عقلة المفاجأة لسان أسامة طبعا لأن الاشتراك في غذو الروم كان أقصى أمنية له فما باله وقد عين قائدا لجيش يضم خيرة الصحابة تذمر بعض المسلمين من قيادة أسامة طبعا لأن أسامة كان صغير السن لم يبلغ العشرين من عمره وفي المسلمين من هم أكبر سنا وأعلى مكانة تفكير النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام فحرب الروم حتى يؤمن حدود الدولة الإسلامية وللصار من الروم لشهداء مؤتى عندنا أكمل ما يأتي بكلمة واحدة قشية طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام أن يستغل المنافقون هذا التذمر ويحولوه إلى فتنة بين المسلمين فخطبهم النبي قائلا أيها الناس أنفذوا بعث أسامة عندنا كمان خطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وهو في مرضه أجب عما يأتي ما مناسبة الخطبة إن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواء الجيش في غدو الروم لأسامة بن زيد فتزمر بعض المسلمين فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغل المنافقون الفرصة ويحولوه التزمر إلى فتنة فخطب في الناس ما الأفكار التي دارت عليها الخطبة؟ طبعا لشباب على المسلمين إنفاس بعث أسامة لأنه خليق بالقيادة وأن الله سبحانه وتعالى خيره بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله لماذا أجهش أبو بكر بالبكاء؟ لأنه أدرق قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام تخيل الإجابة الصحيحة هنا بيقول لك خرجت زوجة أسامة إلى الجرف ألف لتشترك في الحرب به لتودع زوجها أسامة جيم لتغبر زوجها بشدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لتغبر زوجها بشدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم رجع الجند من معسكر الجرف إلى المدينة ألف لأنهم لا يريدون الحرب به لأنهم مجتمعون على قيادة أسامة واللجين ليعودوا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه طبعا ليعودوا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهنا يا شباب نكون انتهى للمراجعة بتاعتنا أتمنى لكم التوفيق والنجاح وانتظرونا في المراجعة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته